اتل عشرون شخصا على الاقل جراء انفجار شاحنة ملغومة في طريق مزدحم وسط العاصمة الصومالية بوقديشو ووقع الانفجار فيما كانت قوات الامن تتابع شاحنة مثيرة للشبهات في شارع بحي هوداذ ورجحت مصادر امنية ان الشاحنة كانت تستهدف فندقا في المنطقة فيما لم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار اشتركوا في القناة